عبر الأخ مستنعي مباشرة من درعا ينضم لنا مرس الأخبار الآن في درعا وفي ريفيا محمد الحراني محمد قصف عنيف إذن على إبتع جرحة عدد كبير منهم خاصة في صفوف الأطفال يعني ماذا جرى بالتحديد؟ ما حصيل الأخيرة للدحايا؟ وكيف وضع هؤلاء المصابين خاصة الأطفال منهم؟ نعم خديجة مساء الخير قصف عنيف كما ذكرت متواصل على أحياء درعا بالبلد وأيضا قرى بلدات ريف درعا بالشكل يومي ولا سيما اليوم ثم استهداف بلدة أبطى التي تقع في ريف درعا الغربية الأوسط استهدافها بالبراميل المتفجرة والقذافة المدفعية أدى إلى سقوط خمس ضحايا من المدنيين لا إحصائيات دقيقة حتى هذه اللحظة فبعض الجرح هم نازلوا تحت فئة المشافي أو وضعهم حرجة جدا بلدة أبطى الجدير بذلك أنها تقع بالقرب من الكتيبة المهجورة على الأسراد الدولي دمشق درعا هذه الكتيبة التي تمكن النظام أن يسيطر عليها منتصف العام الماضي حيث يسعى النظام إلى السيطرة على هذه البلدة وأيضا بلدة داع المجاورة لسيطرة على الطريق القديم أو ما يورف استرات درعا الصنمين بهدف تأمين خطوط دفاعه من جهة خربة غزالة وأيضا الاسترات الدولي أما بالنسبة لدرعا المدينة فهي تشهد قصف مستمر على مدار الساعة منذ عشرة أيام ضمن حملة ممنهجة من قبل النظام والميليشيات المولية له وخاصة الميليشيات الإيرانية التي استقطبها النظام مؤخرا إلى الخطوط في درعا بهدف استعادة حي المنشية وتشتيت الثور على أكثر من جبهة حيث وصل عدد الصواريخ يوميا ما يقارب المئة صاروخ من صواريخ الفيلة المعروفة أرض أرض وأيضا إلى أكثر من ثمانين برميلة متفجرا يوميا على مدار الساعة يسقط على أحياء درعا البلد وتم أيضا النظام استخدم مادة النبالم الحارقة لأول مرة بالبراميل المتفجرة على أحياء درعا البلد التي تشهد اشتباكات منذ بداية هذا الشهر بين قوات النظام وقوات المعارضة المنظوية تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص حيث النظام يسعى إلى استعادة حي المنشية الاستراتيجية الذي يخسره ضمن معركة الموت ولا المذلة بالإضافة إلى أن النظام يعمل على تشتيت الثوار في فتح عدة جبهات ولا سيما من جهة نعيمة ومن جهة مليخة العطش ومن جهة أخرى اليوم خديجة مساء النظام تبدو واضحة إلى محاولة استعادة بعض المعامر الحدودية مع دول مجاورة لفرض قرارات دولية ربما وأيضا هنا اللاعب الرئيسي هو إيران التي تساعد النظام بشكل واضح جدا في الجنوب السوري بلاية من درع وصول البادية السورية في الحماد الشامي محمد محافظة درعا كانت من المناطق المشمولة باتفاق تخفيف تصعيد مع ذلك لم يكن هناك احترام لهذا الاتفاق إلى الآن ونعلم بأنه شهر رمضان مبارك والوضع الإنساني كان متأزم وزاد تأزما في هذا الشهر الفضيل لكن لو تعطينا باختصار فقط نظرة عن ما يعيشه الناس في ظل هذا التصعيد وفي ظل شهر رمضان مبارك نعم خديجة بصراحة هناك مناطق كانت هادئة نسبيا وهناك مناطق أوضعها جدا سيئة فعندما انتحدث عن درع البلد انتحدث عن 5000 مدني هم مهجرون بشكل كامل في السهول في العراء في هربة من الطائرات هربة من القلاة المدفعية هؤلاء جلهم أوضعهم سيئة سواء من ناحية الغذاء أو ناحية الطبية بينما في مناطق أخرى أيضا هناك استقرار في حياة المدنيين وخاصة في هذا الشهر الفضيل ولكن النظام لم يحترم حتى هذا الشهر المبارك بل تم باستمرار القصف أيضا على بلدة نعيمة في ريف درع الشرق التي هجرها أيضا بالكامل وايضا استمرار التهجير القصري للسكان إلى السهول والعراء ووضعهم جدا متردية ووضعا إنسانية يعانيها أهالي درع منذ الحمل العسكري لقوات الانظام والمنشاة الإيرانية على حياء درع البلد ووضعا جدا سيئة باختصار خديجة شكرا لك محمد الحراني مرسل أخبار الآن من درع وريفها كنت معنا برقما صنعية من هناك شكرا جزيلا لك